لو انت بتتعلم اي لغة ايه اكتر حاجة انت محتاجها عشان تتقن اللغة دي وتطور من مستواك فيها الحاجة اللي انت محتاجها هي الممارسة بشكل يومي بس مشكلتك انك مش لاقي حد تمارس معاه كل يوم انا بقى لقيت لك الحل وجايب لك مدرس قاعد معاك 24 ساعة تكلمه في اي وقت يرد عليك وتسأله في اي حاجة وتعمل معاه محادثات في اي حاجة انت عايزها ولو غلطت في اي حاجة وانت بتتكلم سواء في النطق او في الجرامر هيصحح لك كل الاخطاء دي وكل ده بشكل مجاني تماما عن طريق موقع ممتاز جدا ولكن قبل ما نروح للموقع ونعرف طريقة استخدامه ما تنساش تعمل اشتراك في قناة اليوتيوب وتعمل لايك وكومنت عشان الفيديو يوصل لغيرك ولو انت شايف ان المحتوى مفيد ممكن تدعمه عن طريق thanks او join وتبقى واحد من عالتنا ودلوقتي يلا بينا نروح للموقع اولا الموقع اسمه gleagleesh.com ثانيا الموقع متاح عليه لغات كتيرة ممكن انك تمارسها زي الانجليزي والفرنساوي والالماني والايطالي والصيني والروسي واليباني والكوري والتركي وغيرهم كتير والموقع كل فترة بيضيف لغات جديدة والنهاردة انا هشرح الموقع وانا بمارس اللغة الانجليزية والشرح ده هينطبق على باقي اللغات بسم الله وبعد ما فتحنا الموقع وسجلنا فيه بالاميل بتاعنا الموقع هيبنك بالشكل ده ودي اللغات الموجودة على الموقع زي ما انت شايف وكل فترة بيضيفوا لغات جديدة طيب هنا بتقوله انت عايز تمارس ايه انهي اللغة انا طبعا هستخدم الموقع عشان امارس اللغة الانجليزية ونفس الشرح بينطبق على باقي اللغات لا تقلق يعني طيب عندك هنا ولو انت عايز تمارس اللغة الانجليزية فانت عندك تلات انواع من الانجليزي اختار النوع اللي ينسبك او النوع اللي انت بتستريح له يا اما انجليزي امريكي يا اما انجليزي بريطاني يا اما انجليزي استرالي انا اختار الانجليزي البريطاني اول ما تضغط على الانجليزي البريطاني او اي لغة بيظهر لك وضعين وضع اسمه teacher وضع اسمه role play طيب تعالوا نتكلم على وضع teacher وضع teacher دوت هو مدرس موجود معاك 24 ساعة مدرس بالزكاء الاصطناعي بتسأله عن اي حاجة بيجاوب لك عليها وتقوله مثلا صحح لي اخطاء بيصححالك تقول جملة وعايزي صححلك النطق الطحة بيصححالك تقول جملة وفيها غلطات في الجرامر بيصححالك باختصار هو مدرس موجود معاك 24 ساعة بتسأله عن اي حاجة في اللغة الانجليزية بيجاوبك عليها اسأله عن اي حاجة تخطر في بالك في اللغة الانجليزية هيجاوب لك عليها بمنتهى البساطة وهيجيب لك امثلة لكن واحد قاعد معاك وانت بتتكلم معا فهمت؟ طيب النوع التاني هو role play role play ديت محادسة او conversation لو ضغطنا عليها هنا بيجيب لك مواقف حياتية وانت بتختار موقف منهم وعلى اساسه بتتم المحادسة يعني بتختار مثلا ايه في الكوفي شوب فلو اخترت الكوفي شوب يبقى كل المحادسة هتبقى على الكوفي شوب هو يسألك سؤال اكيدنا مسلا هو واحد شغال في الكوفي شوب وانت ايه زبون والمحادسة هتبقى ماشية بالشكل ده هنا هو مش مدرس هو واحد بيتكلم معاك عادي وفي نفس الوقت لو غلطت اي غلطات هو هيصحح لك تمام؟ طيب نرجع لي وضع ايه المدرس وتعالوا نجربوا بسم الله طيب نخش على وقبل ما نبدأ في اي حاجة تعالوا اعرفك على علامة الترس هنا واللي موجود فيها هنا دي الاعدادات او الضبط هنا اول حاجة اللي هي ديت انت بيقول لك ان انت ممكن تخفي النص اللي هو المدرس بيقوله فاهمني بحيس ان انت ايه ما تعتمدش على ان انت تشوف الكلام اللي بتقال وبعد كده تجاوب عليه عايز تشغلها تشغلها عايز تخفيها تخفيها زي ما انت عايز ممكن تختار من هنا شفت لما انا خفيتها خفالي الكلام اللي هو قاله انت بتسمع الكلام بس ما بتشوفوش عايز تسمع الكلام وتشوفو ممكن تختار دي عادي عندنا هنا يعني السرعة اللي بيعتمد التحدث بيها ممكن تزودها ممكن تقللها على حسب ما انت عايز طيب هو هنا قال ايه تعالوا نسمع كده جميل جدا تحت هنا مكتوب ايه يعني اقتراحات هو بيقترح عليك ان انت ترد بيه جملة معينة طيب لو انت مش حابب تختار اي جملة من الجمل اللي هو اقترح عليك دول ممكن ترد انت باي جملة تانية او تسأل المدرس دوت اي سؤال عندك مش لازمة تلتزم بالاقتراحات دي طيب لو انت عايز تختار اي اقتراح من الاقتراحات دي حابب تقوله يعني قوله على طول هتضغط هنا على زرور المايكروفون هتقول وتسجل وتبعت على طول وبعد كده هو هيرد عليك طيب نفترض ان فيه اقتراح من الاقتراحات دي انت حابب تقوله بس فيه كلمة جوه الجملة دي انت مش عارف تقولها فحابب تسمع الجملة قبل ما تقولها ممكن تضغط ببساطة على الجملة وتسمع الجملة قبل ما تقولها عشان تقولها صح انت هنا ما عليك ان انت بتسمع الاقتراح وبعد كده ايه بتردده وتقوله عشان تنتق صح فانت هنا بتحسن عندك مهارة النطق خلي بالك فهنا يلا ناخد الاقتراح الاولاني ونقوله هو هنا هيبدأ بقى يتكلم معاك ويعمل معاك محطة طيب دلوقتي انا حابب ان انا جرب المدرس دوت في حاجة يعني مثلا عايز اقوله انا هقول جملة وانت صحح لي الجملة او شوف الجملة دي فيها اخطاء ولا لا تعالوا نجرب مع بعض وهنا بيقول لي تفضل يلا وقول لي الجملة اللي انت عايزني ان اصححها لك طيب هقول لنا جملة مثلا كده فيها غلطات طبعا هو هنا صححها لعلى طول انا قلت انا هنا صححها وقال لي ايه انا عندي غلطين صححها وبقى صححها وبقى طيب انت لو انت قلت جملة في العموم بقى وانت بتتكلم على او بتمارس اللغة الانجليزية بتاعتك او اي لغة على البرنامج دوت وقلت جملة لو ضغطت على دي معناها تصحيح تمام لو ضغطت عليها كده هيشوف لك انت عندك غلطات ولا لا اه شوف انا جاب لي التصحيح بتاع الجملة I don't eat pizza in the morning وكمان كتب لي تحت ايه يعني الشرح هو ليه صحح لي وقال لي كده شفت الدنيا جميلة زي هنا وهكذا بقى ممكن تقول له اي حاجة هو يصحح لك النط يصحح لك يصحح لك يصحح لك اي جملة خاصة بعلامات الترقيم مدرس معاك بتسأله في اي حاجة طيب اي رأيكو نسأله سؤال كمان نكتبله جملة ويشوفها يصحح لي الجملة دي زي please correct this sentence for me certainly please provide the sentence you would like me to correct she is angry from me she is angry with me هو هنا صحة دي بدل she is angry from me بقت she is angry with me لاني ما فيش حاجة اسمها from طيب ممكن بالمناسبة تتكلم معاك في اي موضوع يعني ممكن ايه اقول له اقول لك تروح مسلا can we talk about animals absolutely animals are fascinating what's your favorite animal and why ردنا علي وقول له my favorite animal is giraffe that's great what do you find fascinating about giraffes هنا هو رد علي برد معين وهكذا بتستمر المحادسة ودلوقتي تعالوا نجرب الوضع التاني وهو وضع ال role play وال role play ببساطة هو محادسة او موقف معايد طيب تعالوا نضغط عليه هنا هيجيب لك المواقف او المحادسات انت ممكن تختار اي محادسة او اي موقف موجود قدامك بس كل الكلام اللي هيبقى جوه الموقف دوت هيبقى متعلق بالموقف ده او بالمكان ده فانا مسلا لو انا اخترت at the coffee shop يبقى لازم ان كل المحادسة هتبقى عن الكوفي شوب او وانا جوه الكوفي شوب بتطلب ايه عايز ايه وهكذا يعني نضغط على اهيكا نضغط start هو هنا قلت لي hello انت ممكن تختار اي رد من الموجود في الاقترحات او تقول رد من عندك فانا هقول رد من عندي هنا انا قلت جملة وهو رد علي طيب لو انا عايز يشوف الجملة بتاعتي فيها اخطاء ولا لأ زي ما قلت لك بضغط على ايه بضغط على هنا انا ما عنديش اي اخطاء في الجملة لو انت عندك اي خطأ هيقول لك ايه هو الخطأ وهيشرح لك الخطأ دوت كان موجود عندك ليه تعالوا نكمل المحادسة فانا اقول مثلا ايه I'll have a small, please. I'll have a small, please. Great choice. Anything specific you'd like with your tea, such as milk or sugar? ها قاوب عليه. أنا ما قاوب من الكترحات الموجودة تحت. Just milk, please. Certainly. So, you would like a small tea with milk. Is that correct? Yes, that's right. All right, your small tea with milk comes to £1.65. How would you like to pay? Cash or card? وبالشكل دو بتستمر المحادسة. زي ما قلت لك, الموضوع جميل جدا. وهيساعدك أن تتحسن أي لغة عندك. موجود معك مدرس, 24 ساعة, بتسأله في أي حاجة, بيصحح لكل الغلطات بتاعتك, المتعلقة بالجرامر, أو النطب, أو أي حاجة تانية. وفي نفس الوقت عندك على الناحية التانية اللي هي role play موجود كمية محادثات ومواقف كتيرة جدا بتتعلم منها وبتشوف الاقترحات وكده يبقى انت بتساعد نفسك ان انت تتحسن اللغة بتاعتك بسرعة جدا وبتتغلب على موضوع ان انت مش تلاقي حد تمارس معا اللغة انا جيب لك حد تمارس معا اللغة ما لكش اي حاجة وفي حاجة اخيرة خاصة باستخدام الموقع كنت محتاجة اقولك عليها ضروري الموقع متاح ان انت تستخدمه في اليوم لمدة عشر دقايق بس ايوة لمدة عشر دقايق بس وانت بتستخدم الموقع لو عدت العشر دقايق ممكن تظهر لك الرسالة ديت او الرسالة ديت طيب لو انا عايز استخدم الموقع اكتر من عشر دقايق في اليوم الموضوع بسيط جدا هتسجل على الموقع دوت بكذا ايميل كل ايميل هيديك في اليوم عشر دقايق انت خلصت الايميل الاولاني في اليوم دوت اخرج من الموقع وادخل بالايميل التاني خلصت ادخل بالايميل التالت خلصت ادخل بالايميل الرابع وهكذا الموضوع بسيط جدا ويستاهل ان انت تعمله كذا ايميل عشان تستخدمه بس كده دلوقتي انا خلصت الشرح الخاص باستخدام الموقع باستنيك انت بقى تدخل على الموقع وتسجل فيه وتمارس اللغة بتاعتك عليه وتقول لي تقييمك للموقع من واحد لعشرة بس كده كان معاكم مهند زعيد سلام عليكم ده ايه الهواء ولا ايه اقول وانا هقول وراك عايش ماشي انا بقى لقتلك الحل ماشي انا بقى لقتلك الحل ماشي ولو غلط ولو غلط في اي حاجة وانت بتتكلم صح هنعيدها بس الحيط للاخيرة دي ماشي كده الفيديو غلطة ايه فقفل بقى الفيديو معلش عشان ايه ده ايه ده ماشي ماشي